منقل وابريق شايا على جانب الطريق الصحراوي في منطقة جرف الدراويش مشروع الثلاثيني خالد الحجايا الذي قرر التوجه إلى عمل حر حتى وإن كان بسيطا بنظر الكثيرين الشاب خالد الحجايا عمري 35 سنة حاولت جاهدا والله أني أتوظف أني أسعى للوظيفة حاولت حياتي قضيتها وأنقض نصف من حياتي في الوعود كانت بداية من 22-9 كنت أبيع الشاي في ترمس في السخان أسوي في الدار الشاي وأجي أبيع في السحر فكانت بداية فيها معاناة وصعوبة لكن كانت عندي فكرة أو هدف أني أسعى وأحصل على لقمتي في الحلال بعدين الله أرزقني سبحانه فأحاولت أطور من مشروعي أسوي شيء على الجمر أجيب فكرة فريدة موجودة عندنا في المنطقة فالحمد لله يعني للاقة إقبال وأرواج والحمد لله يعني كانت هدفي أني أعيل نفسي يعني في المرتبة الأولى يعني أعيل نفسي وأعيش في الحلال يعني ومثل ما يقولوا أتسبب ورزق على الله سبحانه وتعالى كنت قبل أعمل الشغل هذا يعني أنتظر وظيفة يعني الفراق مشكلة للشاب يعني يفكر في المستقبل يفكر في الوظيفة كشاب أي شاب يعني وده يصرف وده يروح وده يجي كل بيت تلقى فيه ثلاثة قاعدين عطلنا العمل يعني وظائف الحكومية حاليا شبه متوقفة تماما يعني والقطاع الخاص يعني يعني نادر جدا يعني الوظائف فأتمنى من الشباب أن يتجهوا للعمال الحرة يعني يعني أرجي الصبح وللمغرب تقريبا حسب الجو والطقس اللي أسمح لي أني أداوم وأتشتغل ولا الحمد لله يعني أطلع مسروفي يعني والحمد لله يذي إذا ما بعت اليوم أبيع بكرة وإذا ما بعت باكرة أبعد أنا عندي محاولة يعني عندي استمراري في المحاولة يعني أنا علي أسعى والرزق على الله أنا مستمر يعني على رغم أن فيه كانت انتقادات يعني تبيع الشاي وإحنا مجتمع وثقافة بدوية يعني موضوع البيع الشاي والصحراء ويواقف الصحراء وفيها يعني شوية انتقادات لكن مثل ما يقولوا أنا لا سوي شي عيب ولا حراب أول شيء أني أكسب رزقي في الحلال ثاني شيء يعني أملأ فراغي يعني بدل ما أظل قاعد وعى التلفون وعى المواقع وعا هذا لا الإنسان يعني يملأ فراغي يعني فالحمد لله يعني راحته نفسي يعني بدأت مشروعي والله يعني صار أحوال المادية يعني ممتازة يعني الحمد لله يعني كبداية أبدا والله أبدا راحة نفسية والله أنا والله ما استمتع إلا يمكن أبرق الشاي على النار ويعني أخذ الكاس الشاي أكون مروقة عابدا يعني أشغل نفسي يعني الأمور الثانية في هذا العمل والحمد لله يعني مثل يقولون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر